موسيقى مصر الخير اللبناني بيلاقي بحاله بالحربوء والشاطر وهناك الامتان بيختصروا صفة الزكة فارغم الحروب والانهيارات المالية وكل ياللي صار وعن بيصير اللبناني بيعرف يدبر حاله ويواجه هالحياة الصعبة بإرادة وعزيمة كبيرة إذا البلد رايح صوب الدولرة أي استبدال الليرة بالدولار مش مشكلة بيعرف اللبناني كيف يأمن الدولار بيعرف من أين تؤكل كتف الحياة ريبورت وما بلش حالتنا على هذه الأرض ما يستحق الحياة في لبنان بحره وبره ببحره في غاز موعود وعلى بره ثروات كتيرة يمكن استكشافها لو تخلى الشعب شوية عن النق وعن الأرقيلة بقرية محمرش البترونية شاب عشرينة عمل على تحويل مخلفات الجيج لأسمي دي طبيعية أقل كلفة من الكيميوي بتجنب الجيبة تقلة وبتجنب الصحة سرطانية الكيميوي أسمي دي بتدعم الزراعة يلي هي بدورة بتدعم الاقتصاد الوطني أندروضو دوة بعطمة أيام شبابنا باريق أمل بلشنا من فكرة أنه عندنا هيدا السويد الجيج أو زبل الجيج اللي هو بيعمل مشاكل كتير أول شي على الأرض إذا ما كانوا مع علاج وبيعمل ريحة وعن يعمل مشاكل لدينا بالمنطقة هون بخصوص الموضوع قدرت تخمرها وعالجها وعملت مكانها هون بلبنان تقدر تخمرهم تعليلهم عن حرارتهم فوق السبعين درجة بين الستين والسبعين تقريبا تقدروا يتعقموا وتروح منهم للريحة ويروح منهم كل شي بكتيري بالضر على الدولار فرقت معي كتير اللي كنت بقدر بدي جيبهم برا معمل كامل هلأ بقدرت أعمل هنجار وقدر أنا أعمل بماكنتين أنا عملتهم هون بإيدي يعني ما قدرت جيبهم برا شفت صرت شوف كيف إن برا وعملت عنساقهم هون بناسب أرضي وبناسب اللي عندي إياه أنا موجود هون وفي الأزوت عالي بيعطيهم بيعطي الفرخ جديد بقولوا للشجرة اللي هي بتجددها كمان بتقوي الشلش فهيدا هو الميزة تبعه الجيج فيه أكتر من غيره من غير الزبل وهيك كل الأرض تستعمل منه فيه الزيتون فيه خيام النايلون فيه الأصص الشنينير العادي الورد كل شي عايز تعمل منه أندرو ما حول المخلفات لأسمدي مغذي للتربة بس ولكن حول كمان اليأس لعمل مغذي للعزيم اللبنانية وهلأ المزارع الجيج كمان واقع بأزمة كبيرة يعني كله صار على الدولار وما عم بقدروا يبيعوا على الدولار عم بشتريهم منه أنا بدفع لهم بقول لهم هاو دي خلصكم رايحكم منه هذا بيور أورغانيك ما بزيد عليه شي أنا جيميك من شاء الله بعدين تقدر تنزبط ونصدر لبرا ما بهمني فيل يعني اللي بدي اتعذب واتبهدل وبررا بتبهدل هون وبلاقي نتيجة وبضلني ببلدة وأرضي مجرود البترون فكرة من شاء الله تنتشر مثل النار بهاشيم طموحات الشباب أندرو شاب لبناني قدر حول من مخلفات الجيج لسمات طبيعي منتج غرز التصدير يريد دولتنا تدعم هالمنتجات للتصدير بدل ما تصدر شباب وصبايا لبنان أندرو داو أهلا وصهلا فيك رح نرجع تنحكي شواء اكتر عن الريبوت كمان بدي رحي بماري نعيمة وبيا وماريا جعجا أهلا وصهلا فيكم أندرو الريبوت لما نحط جاب مشاهدة فضيعة برأيك هل السبب هو حشريت العالم ولا أنه الفكرة جديدة وغريبة العالم بعد مش عارفين شو هي هلأ بتصور اثنين كمان في قصة أنه فكرة جديدة وبديل عن عم بحطوه هنه شي جديد وموجود بلبنان أنه في كتير عم بيحكوني قصة أنه كيف فيه ونستعملوه الطريقة وهايك اه ولقى يعني لقى كتير رغبة عند الناس وكأنه لأنه بديل بديل بيوفر كتير لحالهم يعني بيكان يشتري كيماوي فيه كتير فرق بينه وبين هيدا فكتير الناس أنه انبسطت من هالموضوع أدأ لك تقريبا بلش الفكرة أنا صراحة كنت عم بعمل عملت دراسة قلت لش 5 سنين عمل دراسة عمل كالي التالي كتير منيحة وقلت قريبا شي سنة فيك تقول موجود وبلشت بالأرض هونيك يعني كيف بلشت الفكرة شو كانت دافع فكرة أنا عامل هندسة زراعة والفكرة أنه في مشاكل نحنا عنا مزرعة الجيج وفي مشاكل يعني دايما مشاكل من هالموضوع كيف يتخلصوا منهم وبيعملوا ريحة وبيحروا الأرض كتير فدايما صرت أعمل أنه شو الطريقة قدر أتخلص منه تخلص منهم طريقة منيحة للأرض وفيد الأرض وفيد الناس والمطقة عندي طيب هلا شو عم بيصير انت عم بتروح عند أشخاص عنهم كمان مزرعة الجيج عم بتقولون أنا بدي أخد هالمخلفات بيشتريون منهم أنا وبيجي بجيبون وبعلجون لأحسن كالتة ما يكون فيون شي بيتجر كل شي بضر البكتيري كل شي بعقمون برجع أنا برجع بعطيهم للأرض بس مش مفروض الأشخاص هنا هيدول أصلا عبق عليهم مش مفروض يعطوك إيهم بلا ما تشتريهم هي عبق عليهم بس أنه أنا بهال أيام قبل كنا لا بس أنه مثل هال أيام كمان وضعهم هن مش منيح المزارع يعني على قليلة يربحوا من شوية زيادة من مكانه أنا عم ساعدهم لا لشو كبوهم ويعمل مشاكل أنا بشتريهم منهم بريحهم وبفيدهم كمي بنفس الوقت هلأ هيدا البروداكت أنت عم توزعه على بالأراضي البنانية مزبوط التصدير شو عضعه هلأ التصدير إن شاء الله قدر أوصل للتصدير نقدر نصدر لبرة بدنا نشوف الطريق والقلية نقدر نشوف أنه بدنا مساعدة بهالموضوع بعد ما حدا من قبل الدولة فيك تحسب أنه نقدر نصدر يساعدونا يدعمونا بموضوع التصدير نقدر نصدر لبرة الفكرة الحلوة يعني بتفكر كمان تسوق له بشي طريقة بركي ماركتينج أو تعمل له حملة معينة العالم بصيروا يعرفوا فيها هلأ في عندي بيج أنا وعمفكر نطور شوية موضوع الماركتينج هلأ خصوصة السوشيال ميديا بتفادي كتير عبر كماري كمان بتفاديك شوية نصاية فأكيد السوشيال ميديا كتير مهمة بهالموضوع وأندرو قد يكن صعب عليك تبلش عمل بهذا الظروف هلأ هي أكتر شي كانت صعوبة بهالموضوع أنا أنا بشتغل بين سنين وعساس جمعنا تنجيب هالمعمل هو الحلم متل ما بتقول وصلنا ما كان يجيب معمل ما بالكاد يقدر جب لك بس برضو قدرنا نعمل إليه قدرنا نتأقلم مع الوضع شوي وعملنا بلاشنا نطلع وإن شاء الله بنكمل ونتظبط معنا أكتر وأكتر ماري بدي أنتقل عندك من شخص عادي لنجمي على السوشيال ميديا نجمي ها متفقين عليها نجمي صغير بدي أنت نجم يا عمي مارسي كيف قدرت اتعامل بهذا النقل وشو كان إذا بديك السببب الأساسي اللي خليك تنطلق بهذا المجال هلا أنا بالعادة بحط ستوريز بنزل هيك رفقاتي بقولي مهلومة فقالولي نزل فيديوز هيك نزلت نقشت معي ونشهرت باراليل بشتغل أنا سوشيال ميديا ودجا أنتروبرينار فقدرت من هون أنا أعمل لينك وطلع حالي وقامل إدنتيتي لقلي على السوشيال ميديا رح نشوف الريبورت ونتابع سوا الدولة اللبنانية تخلت عن الشباب ولكن الشباب ما تخلوا عن الوطن فالكتير من الشباب الطموحين والعصاميين بعدهم عم بيحاربوا باللحم الحي للبقاء بهيد الأرض حتى الرمق الأخير وللبقاء هيدا مصدر طاقة وحدة وهو الدولار الفراش الورقة الأخضر يلي بينباع بالسوق السوداء مقابل عملة لبنانية ملونة بالمظهر وقاتمة من حيث القيمة من سبب الأوضاع الاقتصادية اللي عم نمر فيها صعب كتير طريت أني اتعقد مع غالوري ببريس اللي هي كمان عم بتسويق لأعمالي ولكن القبض بيكون كله الأسعار بالفراش دولار وهذا الشي بيساعدني لأقدر كمل مسيرة الفنية قررت بلش مي اون كومباني اللي بتختص بسداء ديجيتل مارتيني سرابة اندورسمان درافيك ديزان كل شي خاص ببناء مواقع الالكترونية وتسويق عبر مواقع تواصل الاجتماع هذا الشي اللي ساعدني جيب بكلاينس مبارات لبنان خصوصا خلاج العرب اللي عندك كان خبرة فيه وفوض فراش دولار أنا صار لي أكتر من 12 سنة بدمان الجولوري ديزاين باخر فترة كنت عم بشتغل أونلاين بالإي كوميرس مع الجولورز ببارات لبنان أكتر شي بأستراليا وأمريكا هذا الشي فشو هي الوظائف اللي بتأمن للبنان اللي عملي الصعبة بهالزمن الصعب هو الدولار المفوض من المصارف والموجود بكتر عند الصرفين صار غاية لكل لبناني الوظائف ممكن نشتغلها اللبناني تأمن فراش دولار بالوقت الحالي ممكن نشتغل بالجرافيك ديزاين بالآي تي واب ديفلوبمنت كنتنت رايتينج أي شي خاصه بالدجيتل ماركتينج تصوير الإعلانات خصوصا هلأ على دالر سارة أرخص ممكن نشتغل بالآلين نعلم بزنس نعلم رأس نعلم موسيقى نسوك كمانا المنتاجات الزراعية والمأكلات اللبنانية المعروفين فيها مثل العسل والمونة ممكن كمانا نسوك فن لأن لبنان معروف بالإبداع والموسيقى والفن كل هالمجالات ممكن تتسوك وتنباع أونلاين الشباب اللبناني بيقبع شوكو بإيدو في شباب زكي وحربو وبيعرف من أن تؤكل الكتف ولكن أي متى ما تبقى من دولة رح يدعم القطاعات يلي بتأمن فراش دولر على لبنان سؤال برسم المعنيين ماري قدابي رأيك كل الأشخاص قدرين يلاقوا مخرج من هالوضع اللي نحن فيه ويرقوا بالشغل يلي بيعملوا إذا بدك منفاس يقدر يطلعوا منه فراش دولر أنا بالنسبة وأطعس بلدين وبيقدروا يوصلوا أنا هيدا الأساس يعني أنا وصغيري ما صام فكر بهذا الموضوع وكل التراجعين المشي عليه بدي أمشي عليه وضلت ماشي عليه لحققته شو اللي بتعملي على المظبوط ده جيت الماركتين كل شي خاص بالسوشيال ميديا سالابريت اندورسمنت ووابسا وصرت هلأ بتفضلي لزبون الأجنبة على زبون لبناني لا لبناني بقدر سيروا أزلان إذا عم فوت أجنبه أوكي وإذا عم تلاحظ يمكن هالفترة عم نلاحظ هذا الشي عم بيصير مع كتير أشخاص خاصة اللي بيشتغلوا يمكن ديزاين أو بيشتغلوا بالبرامج أنه كانوا الأشخاص ياخدوا باكتجز عليين هلأ صاروا بيعرفوا لأنك أنت لبنانية ولأنه نحن بهذا الوضع صاروا بيعطوك مبلغ كتير قليل عم بكواجهها المشكلة إيه عم بوجهها بس أنا إذا حتات سعري ما قبلوا ما بياخدوا لأنه كتير عم بيحاولوا يستغلونها خصوص اللبنانية البرات لبنان وشتسات اللبنانية عم يستغلوا اللبنانية اللي بره عم يستغلوا هلأ يمكن شوي أحسن شوي قبل كانوا بلش وبدوا يستغلوا شو بتعمل بيع الحالي كيف عم تواجه هدول المشاكل بيرسيلي أنا إذا ما قبل بأسعاري وحسيته وبدوا يستغلني ما بقبل أنا بوقف الديل بقلوا أوكي لا لأنه بصيروا يعني الديل بألفين دولار بدي ياخدوا بمئتان وثلاثمئة نووي بيعتبر أن نحن عم نصرفه على العالي وهيك وتشز أنا الموظفين بيعطيهم بالدولار أوكي أداب يزعجك هيدا الموضوع إذا بنا نفكر كمان على صعيد نحنا كاللبنانية كتير بشي لأنه ما فيه نحنا مننطر سابورت من بعضنا وبتلاحظي أنه اللبنان اللي بره عم يستغل هذا الوضع اللبنان الجوة اللي لازم هو يكون عم بساعد لأصف عن جاتش بيزعيل بيا ماريا حضرتك مدربة حياتية مظبوط العبارة حياتية وعائلية وعائلية خبرينينا أول شي شو اللي بتعاملي على المظبوط أوكي سو أنا بساعد كل العيال اللي عم بتواجه مصاعب إن كان بالتربية إن كان بعلاقتهم مع بعضهم إذا في مشاكل بالبيت إذا الولد ما عم يعرف يتعاملوا معه أو حتى إذا الولد كان كتير إنجل بالبيت ويش أوقت منفكر ما في مشكلة بس بالعكس بيكون عايش براشر سو كمدربة عائلية بفوت على هيد العائلة بشتغل أوقات مع الأهل أوقات مع الولاد أوقات على قصة أنه الأهل يقدروا يستوعبوا الولد يقدروا يتعاملوا معه بالطريقة المزبوطة وعلى الولد يقدر يوصل المسيج والقصص اللي عم بيحسها لأهله أوكي كيف قدرت به هالفترة اللي قطعت متل ما سبق وحكينا مع ماري تحولي هيدا الشي تقدري كمان تفوطي فراش دولر هو أكتر شي الكورونا ساعدتنا لنفتح على الأونلاين لأنه بالأول كانوا كلهم بدون يجو على الكلينيكس انت بتروح على البيوت ما كان في الأونلاين فكورونا ساعدت بهيدا بهيدا سوشال ميديا ساعدت كمان وأنا اللي ساعدتني هو أكتر شي دبوش أقرأي يعني كل الكلاينت اللي عندي يلي لقوا نتيجة كانوا عم بيقولوا لرفقاتهم يلي هنا برات لبنان وإجاهة المشكلة يلي كانت عم تحكي عنا ماري لأنه بتعرف في وقتها بتسعر باللبنان شي وبرات لبنان ما فيك تسعر زيت الشي وجربنا كتير نحكي عن هيدا الموضوع على السوشال ميديا وبالنسبة لقلي بس نحط ونحط خلص محل لحالنا أنه نحن هيدا تبعنا بالنهاية بيتأقلم اللي بره ما يمكن بالأول كانوا عم بيواجهوا هيدا مضبوط كتير كانوا عم بيجربوا يحاربوا طيه يدفعوا لك من بره اللي بيدفعوه هون صح يعني هو شي غير منطقة صح وصرتوء أنه أنه شغلك وكل علمك وكل التدريب اللي بنعملون هنا بالدولار لأنه نحن مندرس برا كل التراينج برا وصورتو أنه أنت مش إيمتك خفت أنه أنت كل عمرك سارفي كل حياتك سارفيسك هو هالقد ليش أنت اللي برا اللي ما تأثرت بالسيتياجون أكوناميك بدك تستغل هيدا الموضوع فبس هلأ لا هلأ أيني تحز حتى كل اللبنانية صاروا أكتر عم بيحكوا بالدولار سو شوي خفت هيدا هيدا المشكلة قدا ماري بحكم شغلك يمكن كمانا فيك دينا ساعدت الكورونا أنه تحول كل هالأعمال لأشياء ديجيتل والعالم تعودوا على فكرة أنه منهم موجودين فيزيكلي بالمطرح هيدا اللي ساعدنا نجيب من بره من الخليج هيكي سنس ما أودنا نكون فيزيكلي قبل كانوا بفضلوا يمكن نشوفوا الشخص وهون صار فيه عمل أبروچ وجيب ساعدنا ساعدنا كثير بين هون أسريلا والخليج كان أنه كثير شغل ماشى حمد الله يعني حتى فينا نقول أنه بما جاء شغلك العالم صار عندهم إذا بديك سيئة أنه الخدمة اللي عم تقدميها هي زيتها إذا كانوا موجودين إكزاكلي لأنه عم بلس نعملوا فيديو كول زوم فيديو كول بطلب أوقات فيديوز يعني بجرب قدمة فيه كأن يكون موجودة معهم بتعري فيه الطريقة يلي أنت بتعمل السيرفز طبعك بيصيروا يأمنوا العالم أنه بشوفوا أنه عم تقدري تشعل الأساس حتى لو ما كانوا موجودين حتى لو ما كانوا هلا أكيد بالأول بفضلوا بس أنه هلأ خلص تغيرت يعني فينا نقول عن جهد هالفترة غيرت المخموم اللي نحنا كنا نعمل أبروتش فيه مع العالم أندرو إذا بدنا نفكر إنكي شو الفرق بينك وبين أشخاص استصلموا للوضع وفله يعني أنت شو بتعتبر أنه النقطة القوية اللي عندك يا هي اللي خلتك لا تقرر أنه أنت هذا الوضع اللي موجود فيه رح تلاقي مخرج لأله رح تستمر هلأ هو أول شي بك تأمن ببلدك بك تأمن أنه مثل ما بقوله كل نازلة بعدها طلعة أنه قد ما نصير سوء الحالي بدو يرجع يتحسن البلد وإذا تكون أنت بس تحسن تقول أنا كنت مشارك بتحسينه مش أنه أنا كنت بره بس ينزع بفله بس يزبط برجع أنه لأ أفضل ضل هون ساعد بتحسينه تتضلك فيه وتربي ولادك فيه وتعيش فيه مآمن أنه البلد رح يتحسن ولا ممكن ما يزبط بدو يزبط رح تجي أيام تزبط مثل قبل كان يمكن كمان هاك وزبط ورح يزبط يعني ما في ما في بلد بضل هاك بدو يتحسن وقد ما يجرب ويخربو رح يجع يتحسن ماري أدا ضعف الانترنت ومشاكل الانترنت اللي عندنا هون عم بتكون إذا بدك عائق لأليك بشغلك تزب الواي فاي كتير عم بيكون بطيق نترنت شارج كتير سري جي بدا الأحسن بنضال نحاول يعني باللات هي أحسن نحاول نخلص قبل ساعد تمامكم عم تأخر عزبا طيب الأشخاص يلي عم تشتغل معهم المشاهير يمكن أو البلوغرز أو يلي هنه قدي عم تحسين شوي هلأ فيتين بالجو العام أو ما أثر هدا الموضوع عليهم ما كتير الكل بدو يستفيد منه لحتى يكون عم يطور بحاله يقدني بحاله حصوصا عم تشتغل معهم مستقبه أنه عالم مستقبه أنا كتير عم كون صوب كوتشز بسيكولوغ لايف كوتش هيلرز هيك مستقبه هلأ الانفلوانسر أوكي سو هني شغلتهم يعطوا الطاقة للعالم وأنا بيخدمهم كمانا بجات الوقت فاعم نشده وبعض بيا بتفكري تضليك بالبنان وتستمر بالشي اللي عم تعمليه حتى لو سيء الوضع زيادة لو سيء الوضع زيادة لا مش كتير عند الوبشيون براسي انفل بس هلأ الحمد لله ماشي حالي وعم بقدر اشتغل لبرة لو بلبنان اذا اجا قفر عن جد يكون ورثت اكيد فاضل فل مش لشي بس لصحة النفسية لانه مع كل اللي عم نعيشه هون اوقات بتحس انه بس كمان كلبنانية عم تل ان رو عم مجرب ضلنا مسابرة كمان برا اذا عم بيشوفوا انه لبنانية منعطيهم قفرات واتين سم ما بده ضيع الفاليو والنالج تباعي على شي قدير بتحسي كمان اتحدي لقالك انه انت مفروض كون عم بتعطي انت بطريقة التفكير للعالم وانت اوقت بحاجة لقالة كونك موجودة هون اذا كتير بركز على حالي على سلف كير أنا اكون منيحة تقدر اعطي هيدا الثاقر الجبيل للعيال طيب سؤال انه كل العالم يمكن عم بيواجه هيدا المشكلة يمكن قادروا كمان واجهة بمحل معين الاشخاص يلي بيكتقلينه ان انت صاروا الاسعار طبع الخدمات طبعك بس بالدولار وعم بيجربوا بالوقت الحالي لا يقولولك ليه انه نحنا عم ندفع عارفتين يعني بيجربوا يجربوا يخلوا الفاليو تكون ايه هلا انا بي لبنان بعدني للعالم يلي ما بتقبط دولار تقبط بلبنان اكيد عم سعار باللبناني لانه مجبور يعني انت عم تاخد من بره تقدر كمان تعطي لشعبك تعطي لبلدك تقدر عم جد تكون انساني لانه بدوماني نحنا قبل ما يكون مصاري وبيزنس وكل شيء انساني سو بلبنان بعدني عم سير باللبناني بس مع بره او مع العالم اللي بلبنان بس تشتغل لبرة اكيد بسعار بالدولار سائل الموقف لانه بيسألوك انه ليش هو عم يدفع هلا قد ليش بس بالنهاية كل واحد هو والفاليو اختبعه انه انا بقبل على حالي استغل هيدا الشخص او لا وانت كيف بتحط الليمتس ومنلاحز انه صارت كلها هيك يعني يمكن بفترة النقلة لما كنا عم ننقل من قصة اللبناني والريت كنا عم يفروق كانت العالم شوي بعد ضايع وما متعرفة هلا العالم تقبلوا مع انجاد في اشياء مجبورة تكون بالدولار كمال كله صار بالدولار هلا كله صار اسمه بالدولار بطل فيه قبل كان شوائص شي مدعوم شي مش مدعوم هلا كل شي كمزود كمسفور كله صارها بالدولار الناس صارت عم تستعب انه لا هيدا السعر صار هاك مش انه نصف دولار نصف لبنانة او عريت واطي هلا كل عالم هنه صارت وخاصة اندرو بالمجال الزراعي يعني يمكن كل المواد اللي بتستعملوها بتجي من برة يعني انت يمكن هيدا من الاشياء القليلية اللي عم تنعمل عم تكون محلية نزبوط يعني هلا بضل فيه قصص مثلا تنقدر نعليجهم بدك مزود بدنا الكياس بدنا كذا شغلي بالدولار بس انه بعده اسمي انا ايه الكل شي عم بيجي من برة يعني نفس البرودكت عم بيجي من برة في كتير فرق بيني وبينه بالسعر يعني هو كتير غالي علي ونفس النتيجة ونفس الكليتة فمشان هاك الناس عم تستوعب انه هيدا بالدولار انه عارفة سعره هو اكتر بكتير برة اندرو بختم الحلقة بدي كلمة من كل حدا منكم شو بتحب تقول للشباب اللبنانية يلي يمكن هلا عم يتخرجوا او يلي قديم بلا شغل حتى هيك شوية تعطيهم موتيفاشن او تقنعون انه يضلوا ويحاربوا كلمان ليستمر البلد هلا كل شي شباب لازم اول شي ما يحطوا بفكرتهم انه نحنا خلصنا هون وخلاص ومطل فيه امل لا دايما فيه امل وكل شي فكرة براسهم عندهم ايها ما يقولوا انه ما بتزبط وما فينا وما منقدر لا يجربوا يعملوها ويسابروا تا يعملوها لانه ما يفكروا اذا سافروا لبرة يعني هاك بدو يجي يقعدوا ويطلعوا مصاري ما بدو يتبهدلوا برة وبدو يكونوا بعيد عن اهلهم يعني راح يتبهدلوا الدروب لبرة يمكن بس يلاقيوا نتيجة بس هون خلين يتبهدلوا كمان اكيد راح يلاقيوا نتيجة شوية وقت تطلع النتيجة بتباين ان شاء الله ماري اديك ما بتقول للعالم يلي حبين يتعلموا اوقات السوشيال ميديا هي فيك اذا بديك تكتسب هالمهارات من خلال ساشنز من خلال كورس بتعمليهم الاشخاص يلي بيحبوا هيدا الدايركشن بتدعي اذا بديك بتشاجعيهم يفوتوا فيها ويتعلموا بنصحوا نخصوصي انه هلأ على الان لاين فين يخدوا كورس اون لاين كذا يأمنوا بحلمهم ايضا ما يتفكروا بالبالدي فكروا بحلمهم بدو يصلوا له راسك اذا بيقرر بيوصل رغم كل الظروف رغم كل شيء بالنسبة لقالك الارادة القوية اذا بدي ايها بعملها وما يكفرق مع المجتمع بنت ما بنت خصوصا انه بنت وما بتعملي بزنس بتعملي وبتوصل اذا بديك يوال برافو هيدا الفكرة المزبوط عن جد نحنا قويتي ممكن نتأثر وهيدا الوضع بيقشطنا كلنا سوا بس متل ما قالت الشخص اذا حاتي تهدف ما بيخلي هيدول العوائق ابدا توقف بيوجه بيا شو بتقولي للاشخاص الهديونية قول اللي بيشبه اللي قالتو ماري انه نحنا اذا بدنا شيء بس منحط انه بدنا هيدا الشيء وبنشتغل على الستبس لانو اصلوا بدل ما اقول انا وماشي انه اهم ما بتصبط لا ما بدي وبصير غير الهدف طبعي سو بنحط الهدف انفست ان يورسيلف حتى لو كان بالدولار حتى لو كان بتكون تتعلموا قصص تحطوا على حالكن بس هيدا الشيء اللي رح يوصلكم حلو كتير تشلا يكون هيدول الرسائل عن جد عم يوصلوا الاشخاص بحاجة يسمعون اليوم خاصة انه الشباب كتير بحاجة لدعم معنا وشباب ممكن عم يتخرجوا عم تكون اشياء كتير مبهمة قدامهم ما عم يعرفوا وين يروحوا ايا فرص رح تنفتح قدامهم نرجع من عيده منكرر انه عن جد الهدف هو الاساسي الباقي كلها بتكون تفاصيل ماري بيا واندرو اهلا وصهرها فيكن ومارسي شاركتوا بحلقتنا للليلة يعني فينا نقول الشغل بلبنان عن جد مثل الليرة يعني تعبان وبحاجة لدعم او ما في دعم غير هالاخضر من فرانكلين وجونسون يلي بيخلوا للشغل ايمي وبيأمنوا له استمراريته على امل انه ترجع الليرة تحكي ويرجع مع لبنان تصبحوا على خير اشتركوا في القناة